السلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله نكمل الفصل السادس والخاص بالعقاة الجسمية والصحية طيب عندنا طبعا فيه تصنيف للعقاة الجسمية والصحية وهو بينقسم إلى أربع فئات إصابة خاصة بالجهاز العصب المركزي لأول حاجة عندنا اليوم إصابة خاصة بالجهاز العصب المركزي إصابة خاصة بالحيكل العزمي اتنين الحيكل العزمي إصابات خاصة بالعضلات وإصابات الصحية ده آخر حال طيب الإصابات الخاصة بالجهاز العصب المركزي أول حاجة منها الشلل الدماغي وده من الأشهر بالنسبة لنا في مجال التربية الخاصة في الشق الشوقي في إصابة الحبل الشوقي في الصبع استثقاء الدماغ شلل الأطفال تصلوا بالإنسجة العصبية ده بالنسبة لإصابات الجهاز العصب المركزي طيب كمان عندنا إصابات الهيكل العزمي إصابات الهيكل العزمي هنلاقي في تشوه وبط الأطراف تشوه القدم عندنا التهاب الورق عندنا عدم اكتمل نمو العظام التهاب العظام كلها أشياء خاصة بالهيكل العظمي ويعني إيه بنكمل الباقي ولكن احنا إن شاء الله هندي المهم بالنسبة لنا في مجال التعبير الخاص ثالثا وهو الإصابات المتعلقة بالعضلات عندنا ضمو العضلات وانحلال وضمو عضلات النخاع النخاع الشوك كمان عندنا الإصابات الصحية وده آخر تصنيف الأعقاد الجسمية والصحية عندنا الأزمة الصدرية اللي هو عرب الالتهاب الكيسي عندنا إصابات القلب وعراض الدون وطبعا الأشياء دي كلها إن شاء الله هناخد منها إيه الأشياء الخاصة بالطربية الخاصة